حثت مصر جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تأجيج العنف وقالت مصر في بيان الوزارة الخارجية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ترابلس مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرة الشعب الليبي واشدت الخارجية على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا وبالتزامن وبدون تأخير مع التأكيد على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري في القاهرة وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطاء ثابتة